على غير العادة يسعى مجلس النواب بشكل واضح لتطبيق مواد الدستور فيما يتعلق بقوانين تنظيم الصحافة والإعلام التي تم إقرارها مبدئيا من قبل المجلس أمس بعد انقسامات واضحة في الجماعة الصحفية على المشروع الجديد الذي أصبح جزءا من قانون الإعلام الموحد الذي تم تنحيته بعد جهود عمل استمرت عشرين شهرا من قبل خبراء وإعلاميين كبار وفي الوقت الذي يشدد فيه مجلس النواب في معرض نقاشه مواد قانون تنظيم الصحافة والإعلام على وضع مواد الدستور موضع التطبيق فيما يتعلق بإنشاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وكذلك الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام لكن للمجلس الأعلى للصحافة ونقابة الصحفيين رؤية أخرى تؤكد وجود تعارض مع الدستور في القانون الجديد فكان إصرار لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان على استكمال القانون رغم الاعتراضات الواردة عليه دافعاً للمجلس الأعلى للصحافة ونقابة الصحفيين إلى مقاطعة جلسات الاستماع التي عقدتها اللجنة لمناقشة القانون حيث برر المجلس والنقابة أن القانون الجديد يتعارض مع ما ذهبت إليه مواد الدستور في هذا الشأن رافدين مبدأ تقسيم القانون إلى جزئين وسط حالة من الخلاف لا تزال مستمرة حتى بعد إقرار القانون يحاول القائمون على لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب التأكيد أن القانون الجديد يهدف إلى ضمان التزام وسال الإعلام والمؤسسات الصحفية والإعلامية بمعايير وأصول المهنة وأخلاقيتها واحترام حقوق الملكية الفكرية والأدبية وهو ما تقابله مخاوف قطاع كبير بالجماعة الصحفية على مستقبل المهنة وحرية الرأي ويبقى السؤال هل ينتصر البرلمان الحريات في قانون الإعلام الجديد؟